قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم أهلا بكم مشاهدين إلى معرض صحافة نهار اليوم نستهله بأبرز ما جاء فيه من عنوين البداية بالصفحة الأولى لجريدة النهار التي عنونت مسير شركة خليفة للطباعة قال مو من أمرني بعد فراره بطباعة صور عملاقة لبوتفليقة وتعليقها في ولاية عين الدفلة الوزير الأول عبد المالك سلال قال لا شهادات مطابقة بدون بعد جمال للبنايات عمليات الترحيل تفجر غضب سكان العاصمة والقضاء على 22 إرهابيا إثر عملية عسكرية ضخمة بالبويرة قالت النهار في صفحتها الأولى استهل قاضي جلسة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة عن طرم نور اليوم الثالث عشر من محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة صبيحة أمس بمواصلة لاستجواب المتهمين ليتطرق تدريجيا للمتهمين المتابعين بجنحة خيانة الأمانة منحقين أضرارا ببنك الخليفة حيث تم سماع المتهم محمد بالكبير السعيد وهو مسير بشركة الخليفة للطباعة السابق وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات صارمة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة يأمرها فيها بإلزام المواطنين بتزيين وجهات منازلهم كمرحلة أولى في انتظار الشروع في مراقبة المساكن الداخلية وتأكد من مدى مطابقتها للتصميم قبل منحهم شهادة المطابقة وجعلها من أولويات الوزارة من أجل إطفاء بعد جملي مغير لكافة ولاية الوطن قضت وحدات من الجيش الوطني الشعبي مساء أمس على إثنان وعشرين إرهابيا في عملية نوعية استهدفت عناصر مجموعة إرهابية كثيرة العدد بغابة فركيوة الواقعة في بلدية بكرام غربي منطقة الأخضرية بالبويرة واسترجعت كميات محتبرة من الأسلحة والذخيرة عرفت أمس بلديات المعالمة بابلواد وكذاواد صمار موجة غضب واحتجاجات عارمة من طرف قاطنها بسبب عمليات ترحيل التي مست الاثنان والخمسين موقعا موزعا عبر الأربعة والثلاثين بلدية حيث خرج المحتجون إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من سياسة التهميش والإقصاء التي طالتهم إلى جريدة الخبر التي قالت رفع أسعار الوقود أو تخفيض قيمة الدينار وقالت الخبر أكدت مصادر حكومية أنه لا خيار للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد سوى مراجعة سياسة الدعم الموجهة لبعض المواد الواسعة الاستهلاك مثل الوقود وأضاف المصدر أن الحكومة ستضطر هذه المرة إلى اعتماد تخفيض آخر محسوس لقيمة عملة الدينار لمواجهة ارتفاع النفقات جريدة وقت الجزائر قالت أويحيا يدشن عودته إلى الأرندي بخطاب الظرف الرهن وقالت وقت الجزائر يترقب الأرندي أن يدشن أحمد أويحيا عودته إلى الأمنة العامة بخطاب يلقيه في دورة المجلس الوطني المبرمجة في العاشر من نجوان القادم وهو الخطاب الذي سيكون موجها للرأي العام والفاعلين من حيث أنه سيثير فيه الوضع الراهن للبلاد جريدة البلاد قالت احتجاز وإهانة مسافرين جزائريين بمطار روما الإيطالي قالت البلاد احتجز أعوان أمن مطار يوناردو ديفنشي الإيطالي صباح أول أمس على العشرات من المسافرين الجزائريين من دون سبب حيث تم معاملتهم بطريقة فضيعة وسيئة للغاية وتفاجأ العشرات من المسافرين عبر رحلة تركيا الجزائر على متن الخطوط الجوية الإيطالية بمعاملة قاسية وسيئة من قبل أعوان أمن المطار جريدة المساء قالت طلبة الجزائر قادرون على نشر ثقافة التسامح وقالت المساء أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس على قدرة الطلبة الجزائريين على أن يكونوا في طليعة المجتمع ونشر ثقافة التسامح حفاظا على الوطن والمجتمع بعيدا عن أي تفرقة إديولوجية أو حسبية مشيرا إلى أن الجامعة والجامعيين باستطاعتهم ترجمت فضائل الحوار والتفاهم وإذاتها في الوسط الطلب وفي نطاق المجتمع الجزائري كله في الصحوف النطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت الأفلان برأسين في البرلمان قالت أعلن 91 نائبا من حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان من المعارضين للأمين العام عمار صعداني بالغرفة السفلة للبرلمان من أصل 266 نائبا عن ميلاد كتلة موازية تعمل على التجند للدفاع عن شرعية مؤسستهم التشريعية واستقرارها وديمومتها مؤكدين عن انشقاقهم رسميا عن الكتلة الحالية التي يرأسها محمد جميعي لجوغ دالجيري قالت مشروع قانون حماية الطفل في البرلمان قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة الطيب لوح أثناء عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الطفل على نواب البرلمان أمس لمناقشته وإثرائه وهذا الأخير احتمد على فلسفة جديدة في حماية الطفولة مبنية على أولوية المصلحة الفضلة للطفل وعلى مسؤولية الأسرة باعتبارها المكان الطبيعي له ثم مسؤولية الدولة في الحفاظ على حقوقه إلى أخبار الصحف المحلية جريدة النصر قالت استحاب الكلاب المدربة أمام المدارس يرعب التلميذ وقالت النصر يعيش محيط أغلب المؤسسات الطربوية لبلدية باركة في ولاية باتنة خلال هذه الأيام انتشار ظاهرة استحاب الكلاب المدربة من طرف مراهقين في سلوك تسبب في إرهاب التلميذ خاصة أمام الابتدائيات والمتوسطات حيث تشهد بعض المدارس خاصة عند أوقات الذروة مجيء المنحرفين من الشباب والتسكع هناك مما ينتج عن ذلك مشاكل عدة وشجارات بينهم من غرب البلاد الوصل قالت التلوث البيئي يهدد الثروة السمكية بعين تيموشنت وقالت الوصل تهدد ظاهرة التلوث الحياة البحرية بالسحل التيموشنتي وهو الأمر الذي يساهم في ندرة الأسماك وتغير الحياة البحرية بالسحل الممتد على مسافة الثمانين كيلومتر الشمال غرب الجزائر حيث تمكنت مصالح الصيد البحري رفقة الجمعيات والمتطوعين منذ بداية السنة من جمع أكثر من عشر أطنان من النفايات أغلبها نفايات حديدية وصلب إلى تصريح اليوم طارق بالعريبي المدير عام لوكالة الوطنية لتحصين السكان وتطويره طارق بالعريبي قال الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار ستكون ابتداء من الثلاثة الأخيرة للعام الجاري 2015 وستشمل هذه العملية مكتتبية البرامج لسنتي 2001 و2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية إلى أجندة اليوم تنشط الأمينة العامة لحزب العمال ويزا حنون مهرجانا شعبيا اليوم بالجلفة ويشرف وزير الثقافة عزدين ميهوب اليوم على مراصم افتتاح فعاليات التظاهر الثقافية الجزائر في القلب وينظم اتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائرين يوم ندوة صحفية حول سوق الخضر والفواكه والتموين والأسعار بالأجندة نختم معرض الصحافة شكرا على الإصغاء والمتابعة لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسلية اشتركوا في القناة